يبقى ما عندناش غل حل واحد نتجاوز نتجاوز ونحطوهم قدام الأمر الواقع ادخل فاضي اتكلم معاك شوية اه يا حبيب تعال مالك يا بنتي فيك ايه في عروسة تبقى متدائقة كده ويا في عروسة بتبقى مجبرة على القاعدة مع واحد مش عايزاه ولا حتى راضية بالطريقة اللي اتقدم بيها يا سلام طب ما انت طارق اتقدملك بنفس الطريقة دي وما رفضتيش يا ابن عمي كلنا عارفينه يعني مش واحد شافني مرة كده وعجبته ايه ده طيب مش يمكن يطلع كويس ادي لنفسك فرصة ومادام انت كده كده مش بتحب طارق يبقى مش هيفرق حاجة عن عادل ما بلاشت علي نفسك بحاجة مش هتحصل انت عارفة كويس ان طارق مينفعكيش قولي انت كنت جاي يعني عشان تتكلم معي في الموضوع ده ولا فيه حاجة تانية انا كنت جاي يحكي معاكي انا لقيت فيك اللي مكفيكي لا يا حبيب ما تقولش كده قولي عامل ايه مع سوها اه 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 اه